37 طفل بأعمار متفاوتة و40 عمل ترك الحضور بدهشة بسبب الدقة والإبداع بالتفاصيل هذه الأعمال ضمن معرض الحفر والطباعة وبرعاية من وزارة الثقافة السورية بصالة زوايا بدمشق حالياً عملنا اليوم معرض حفر وطباعة أنا اختصاصي جرافيك حفر وطباعة فحاولنا اليوم نرسخ هذا الحفر الفن يعني الفن شامل وواسع وله كثير تقنيات مختلفة حاولنا أنه نحن نعمل نظغر هذا شوي الفن لحتى نعطيه للطفل بشكل مبسط تمام بس يعني الأطفال فاجأونا بصراحة اشتغلوا أعمال كأنه فنانين كبار بعفويتهم بخطهم بجرئتهم كثير كانت الأعمال الحلوية فنحنا حاولنا نبسط التقنيات اللي نحنا أساساً تعلمناها بكلية الفنون الجميلة وندربونا عليها لليافعين واشتغلوا وطبعاً نحنا كان شغلنا مثل معسكر يعني يجونا الأطفال يافعين يجونا أربع ساعات خمس ساعات كل يوم تقريباً يعني نقعد نشتغل فترات طويلة اشتغلنا تجربة طبيعة صامي تابورتري حيوانات كل حد اختار شغله هو بحبه وحفره وطبعه وعدة تقنيات مثل مثلاً تقنيات الأختام تقنيات اللونوليوم اشتغلنا مثلاً تقنيات صناعة كليش بالسليكون يعني كان كل شي بسيط وكل شي مبسط حتى لأعمارهم تقنيات عديدة وعالم شاسع بيتضمنوا فن الحفر نقلتوا أياد اليافعين والأطفال بصورة مبسطة وبلوحات بتحاكي الطبيعة الصامتة ليعبروا عن وجهات نظرهم الخاصة بعد مجهود كبير بذل من قبلهم لإنجاح هي التجربة حبيت شاركة بوردة أنه كتير أنا بحبي الورد بشكل كتير معرض شغف أنه عملنا هذا الشي الحلوم وأنا كتير مبسوطة وفرحان أنه آخر سفو عملنا شي كتير مميز وحلوم حبيت أرسم شي ورد هيك يعني أنه شي مميز وأنا كتير بحبي الورد وهيك دق أنه تفاصيل وشغلات أنه كتير بيطلع حلوم مسجل بشغف وتعلمت كتير شغلات ومنه تقنيات الحفر والطباعة أخذت معي تقريب الأسبوع اللوحة وهي طبيعة صعمت اللوحة أنا سجلت بشغف وتعلمت كتير أشياء واليوم شاركت بأكتر من شي بالمعرض وهي الرسمة اللي براي هي للنحت توفر البيئة الحاضنة والتعليمات اللازمة بالإضافة للممارسة الدائمة هي أهم ما يحافظ على مواهب اليافعين والأطفال وبنمية لشريحة تعتبر مستقبل البلد وواجهته